الاهلي في عيد ميلاده وذكرى تنسيسه قال ايه ونرجع لكلام تاني مهم النادي الاهلي مش مجرد نادي هو مؤسسة مصرية كبيرة نجحة في كل الظروف النهاردة الاهلي وصل كاس العلم للاندية في الكرة الطائرة بارح كاس العلم لكرة اليد كاس عامل اندية لكرة اليد اول مبارح كاس العلم لكرة القدم كرة السلة جاية نجاح باهر في ظروف نقف عندها انا ليه بقولك النادي الاهلي ده مؤسسة مصرية نفتخر بيها بص النادي الاهلي مثل كل الاندية المصرية عنده كثير من المشاكل المالية والاقتصادية وامور صعبة مر بيها العلم كله مش بس بلدنا سهل جدا انه تبقى الامور بالنسباله ما فيهاش بطولات ما فيهاش انجازات انا مش عارف اصرف على الطائرة مش عارف اصرف على البسكت مش عارف اصرف على اليد بالتأكيد مش عارف اصرف على الكرة ورغم كده الظروف اللي بيمر بيها العالم العالم مش مصر بس الاهلي قادر يتخطاها ويواصل النجاحات صفقات جديدة في كل الالعاب اجانب في كل الالعاب مدربين اجانب في معظم الالعاب ما عندوش اي مشاكل ليه؟ عشان النادي الاهلي مؤسسة راسخة قوية تقدر تتخطى كل الازمات حتى الازمات الكبيرة الضخمة حكاية حلوة النادي الاهلي انا دايما بحس ان انا فخور بالنادي الاهلي هو ليه النادي الاهلي قادر ينجح النجاحات دي في الظروف الصعبة عشان يعمل النادي الاهلي طوال تاريخه طوال تاريخه مش دلوقتي بس كمؤسسة كل واحد عارف دوره كل واحد في دوره هو افضل واحد ممكن يعمل الدور ده مفيش هزار مفيش مجملات مفيش مشاكل مفيش يعني انك تبص لغيرك مركز النادي الاهلي في طريقه انا هنجح في كل حاجة هو ده النادي الاهلي حكاية حلوة سألتني يا سيد إبراهيم هلا اربع اسباب ربما كنت في عشر اسباب بس انا حاول اختصرهم في اربعة كريم رمزي لمس احنا كلمنا على سبب ايه الفكرة ثم توارث ونقل الامين لهذه الفكرة عبر الاجيات وانه كلنا كل الناس احنا تعلمنا من اللي قابلينا اللي نقللنا الفكرة من غير معدة نطة وانسب لنفسه واي فضل واشهد ان انا حضرتك عبد المجلس ادارة ومدير نادي وبعدها مسؤول جوه النادي الاهلي ان الذي كان يقود النادي الاهلي دائما العمل الجماعي اللي هو سمال عمل مؤسسي ده تالت الاسباب النادي الاهلي عمل مؤسسي محدش بينسب لنفسه فضل يا أستاذ برئيب ولذلك كابتن صالح قال لهم قولوا اللي انتوا عايزينه في اللي انا حضرته وقطعنا وسمع الكلام ده في مجال السابقة قولوا اللي انتوا عايزينه اتناقشوا زمنتوا عايزين بس يوم ما احنا اخد القرار مش هنكتب مين قال ايه مش هنقول الفكرة الناجحة دي كانت بتاعت مين مش هنقول الفكرة الخيبة دي مين اللي كان معترض عليها هنتحمل جميعا مسؤولية القرار زي ما هنستمتع بنتيجه كلنا حتى المعترضين عليه هنتحمله في حالة ان يحصل رد فعل مش إجابي عليه ايضا كلنا حتى المعترض عليه ولذلك ما كانش بتكتب مين قال ايه ومين عد ايه والحوارات والكلام ده قرر المجلس قرر المجلس ده اللي انا شفته الكلام ده اهميته ايه ان احنا وإحنا بنتكلم محدش بيفكر يقول انا فلما بتطلغي كلمة انا المجموع بيبان ايه هو ده العمل الجماعي العمل المؤسسي ويبقى آخر العناصر العلاقة التي تربط الاهلي بجماهيره ايه العلاقة دي هي علاقة جماهير بتستمتع ببطولات جزء كبير منها كده ولكن انت قلتها الاهلي من قيم وتقاليد ورمز رائد لقضايا وطنه مع جماهيره ولذلك هي جماهير الاهلي احنا بنقول جماهير النادي الاهلي اكتر من 70-75% اذا هي مجمع للشعب المصري فانت لما بتيجي توصل لدي بتحس بتأثير النادي الاهلي في كل بيت في كل بيت يعني وانا حكيت لك وانا كنت ماسك تنس الطاولة لما جات لي مدام كريمة مختار وقالت لي الفنانة الكبيرة اه والدة معتزة دمرداش كان بيلعب تنس طاولة في النادي الاهلي وكان بطل مصر يا ساذ عدلي انا زعلانة من من معتز ليه؟ لا لا معتز مركز اوه بتنس الطاولة ودرسته ومش عارف ايه بتاع فروح تنادي معتزه قدام قدت لي ما جات ليش مدام كريمة الشهر الجاي وقالت لي دا حصل تغير 180 درجة وان انت متوازن في اهتماماتك ورضيت عنك مش هتسافر معانا ولا سفري فجاءتني مدام كريمة قالت لي بسم الله ما شاء الله دا انا اللي واعرف النادي الاهلي كنت جتلكم من زمان دا دخل كونية الاعلام بعد كده ومش هو الواحده انا بقول دي عشان دا النموذج اللي ممكن صاحبه يرده وممكن الناس عارفة وعارفة النادي الاهلي كان وكان يحكو لنا اللي ارحمه كابت المصطفى حسين ان كان يروح كل البيوت يتطمن الولاد بينجحه اللي يصعد كان بيتعاقب في النادي الاهلي والانجح كان بياخد مكافأة الدور ترباء اه اذا كان بيتكمل الدور بتاع البيت هو دا اللي انا عايز اقوله الاهلي مش مجرد بطولات الاهلي مؤثر في محيطه لازم لحد النهاردة الناس كتيرة جدا بتعتبر انها مكافأة الولاد اللي يقولوا الولاد ان يروحوا النادي الاهلي اللي يلعب لعبة على مستوى الفرق اللي يلعب لعبة على مستوى الممارسة اللي يتفرج عن النادي الاهلي اللي يتصور اللي يلبس فانيليته كل دي حوافز البيوت بتستخدمها عشان يقدروا يعني ينقلوا اه او المفهوم السليم في التربية لولادهم وبيجدوا بدون اندهاش استجابة رائعة جدا من الاولاد فنطلع كلنا على هذا العشق ده العنصر الرابع ولذلك ان دائما اوعى جمهورنا حد يلعب في العلاقات دي اولاد كل الامور تتصلح الا العلاقة لمطبوص كل الامور تتصلح وعندما نفقد هذه العلاقة اعتبر ان جزء كبير من الاعمدة وان اللي بيكرهوا الاهل حققوا اهم اهدافهم لان انت جمهوره انت شعبيتك انت اللي يستند اليك في كل عملياته ونجحاته الاخصادية ودي مش عجب ناس طبعا فخلي بالك حتى في خلافك في ملاء لا اصادر على كل واحد كل واحد له ان يرى ما يرى ولكن برفق وبموضوعية تحتمل المناخشة ونشوف ايه المعقول في الاخر كلنا نتفق عليه ما ننتصرش الرأينا وبس اوعى تسمح لحد انه خليك تخوض معركة في التوقيت اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها في القضية اللي هو عايزها لان والله يصدقوني هذا حق ويراد به باطل انت في في علاقتك بين اديك الاهلي هي دي الدعامة القوية جدا طيب ايه اللي مكمل انا قلتلك اربع اسباك اه ما تسألنش بقى خمسة ستة عشان اتا حتقولهم من غير ما تشعر طيب حنيجل لكتير من التفاصيل بس الحقيقة المصر اليوم كانت عاملة ملف للاحتفاء بالنادي الاهلي في ذكرى تأسيسه كان فيه كتير فيه شغل يستحق التحية اهلاوي 117 سنة اهلي ولا في غيره يفرحني هنا يا جماعة الكلمة اللي الجمهور بيغنيها تترجملكوا معنى السعادة اللي بيصنعها النادي الاهلي حقيقة الدور اللي النادي الاهلي بيلعبوا خلي دي شوية خليها موجودة الدور اللي النادي الاهلي بيلعبوا فيه اطفاء السعادة والبهجة الجمهور لما بيقول ولا في غيره يفرحني ده بيترجملكوا ازاي المسألة رايحة وجاية بمعنى انه هذا النادي وفيه هذه الفرق وهي بتحق هذه الانتصارات اللي بتفرح الجماهير ما كان لها ان تتفوق وتفوز الا لانه طاقة الجماهير اصلا هي الوقود الدعم لها بصوا العلاقة المضطردة مشت ازاي جمهور يحقق الدافع القوي لفريق يصنعنه السعادة والبهجة عشان كده العلاقة النشطة دايما بين المرسل والمتلقي ما تقدرش انتقول علاقة الاهلي بجمهوره مين مرسل ومين متلقي مين بيصنع ومين بيستفيد الاهلي في السينما نجوم مهوبون او افلام لا تنسى خد بقى على السينما المصرية في تاريخها لما حاولت تستثمر شعبية نجوم النادي الاهلي وتأثيرهم في صناعة السينما وفي شباك التذاكر اكتذبت هذا العدد دا مش بس كده مش بس النجوم الاهلي اللي مثلوا لأ شفت خيمة من الفن المصري هتلاقى ام كلسوم لما سئلت يا شواري بياريت نهدى شوية ام كلسوم لما سئلت على الزاي لو لم تكن او لو ما كانتش هي مطربة كانت تتمنى تكون ايه ام كلسوم اللي جالسة من عقود طويلة وستدوم ان شاء الله على قمة الغناء العربي قالتلك لو ما كنتش مطربة كنت اتمنى اكون حارس مرمى الاهلي ليه قالت علشان ادافع عن النادي الاهلي دي اللي خادت وسام الكمال على ارض النادي الاهلي وقالت ما كان للكمال ان يكتمل الا ان انا تلقت وسام الكمال في النادي الاهلي من مين لما تلاقي من جلالة الملك لما تلاقي انك انت عبدالحليم حافظ هذا العندليب يفهر انه اهلاوي خد بقى كل رموز الفن انا علشان الناس اللي بتحاول تأثر على الجمهور بسين اوساد او عين اهلاوية انا مش هقطعك بس انا عايز اكملها حتة المكلسوم دي عشان تشوف قيمة النادي الاهلي الوطنية ليه بقى عشان كده لما يقول لك من مين من الملك فاروق طب ايه اللي جاء من ملك فاروق لحفلة المكلسوم كان هناك حذر من الانجليز على تداول اخبار الملك ممنوع فاشاروا اليه ده مصطفى امين صاحب الفكرة صاحب مصطفى امين قال له انت عايز تكسر الحذر ده ما هيقدرش عمله فيك حاجة قال له ام كلسوم هتغني في النادي كان بتغني قال له ام كلسوم هتغني في النادي روحها هتغني ليلة العيد هتروح تحضر الحفلة دي فاثناء يعني الريد تجهزوهن وهي بتقطع بقول لك حضر الان جلالة الملك لو تجهزوهن تبقى الناس شطرين صحيح فهي وهي بتغني دخل الملك فاروق فوقف البتاع وهتفوله ده اللوت في ابازة اللوت في ابازة اخو فكري ابازة هتفلو عشان جلالة الملك والملك فاروق لما شعر ايه المرضوط ده وانا لما جي النادي الاهلي يحصل كل ده ما عارفوش عملولي حاجة انعم عليها وهو جالس يستمع اليها بوسام الكمال فقالت له ما كان للكمال ان يكتمل الا بوجودك يعني هذا الدنيا رايحة وجاءه استاذ ابراهيم وكل اموت كان دليل انا بس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها يا جماعة علاقة الاهلي بالسينما وعلاقة نجوم الفن عظماء الفن ونجومه سعادتهم بالنادي الاهلي وده اللي انا بأكد عليه دايما لانك بتلاقي حد ملوش حاجة خالص يقولك فلان مش اهلاوي او فلان مش عارف ايه يا جماعة كل هؤلاء يفخرون انهم اهلاوية قيمة وعظمة الاهلي وشموخه ان كل الاشخاص مع كل الاحترام للقيمة بتاعتهم هم اللي بيفخروا انهم بيحبوا الاهلي مش الاهلي اللي بيفخر انه فلان اهلاوي فلان اهلاوي ده شيء كويس لكنه هو اللي نفسه اللي يفخر بانه بيحب النادي الاهلي او انه بيتعلم من النادي الاهلي او انه هو بيستلهم روح النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي ونظامه عشان كده في المصر اليوم كان العرض بتاع نجوم السينما وعلاقتهم بالنادي الاهلي فيه كمان في هذا الملف اكتر من زاوية مهمة هنشوفها ده نجوم السينما الكابتن صالح وطبعا الشيخ طاها تقد طبعا طهر الشيخ مثل الكابتن صالح مثل اكرامي مثل عدل هيكل مثل كل نجوم الفن بس انتو خدوا بالكوا بقى من اخرهم لان احنا هنقف كتير النهاردة عند العمدة صلاح السعداني عمدة الدراما التلفزيونية في مصر وعلاقته وحبه للنادي الاهلي لكنه خد بالك ارقام عجزة امامها التاريخ على ارقام النادي الاهلي القياسية يا جماعة بطولات النادي الاهلي في مختلف الالعاب ارقام قياسية من يومين فريق الكرة الطايرة حقق اللقب الستاشر له في البطول الدوري لابطال افريقيا تعارفين ان فيه فريق في لعبة جماعية ياخد ستاشر لقب قاري ده رقم قياسي عالمي ما حققهوش اي فريق في العالم في قارته حتى ريال مدريد في كرة القدم تقريبا حداشر او اتناشر لقب في دوري ابطال اوروبا لكن انك انت فيه فريق ياخد ستاشر لقب قاري في لعبة جماعية ده رقم قياسي عظيم ومدهش ما عملهوش الا فريق الاهلي للكرة الطايرة رجال فريق الاهلي للكرة الطايرة للبنات ارقامه القياسية انه ياخد تسعة وعشرين دوري متصر ده رقم قياسي مبهر كل الارقام القياسية في كرة القدم ومختلف الالعاب اللي المصر اليوم عاملة تقرير عنها دي كلها ارقام قياسية يتحكي فيها كلام كتير اوي الاهلي بين الكبار بعض افريقيا مقابل اندية العالم بصوا ترتيب الاهلي بين اندية العالم بص الاهلي عدد بطولاته اللي دايما لما بيذكر حتى في اي تصنيف يتعمل الاهلي بارقامه بين كل دول او بين كل اندية دول العالم الالقاب دي يا جماعة ما جاتش من فراغ الملف ده اعتقد يعني ده اخره لكن المكان اللي الاهلي اكتسبها جات منين وعلى ذكر البنات لانه برضو ده جزء من القيمة الحضرية للنادي الاهلي اللي هو تمكين المرأة رياضيا تمكين المرأة رياضيا من خلال النادي الاهلي اه لما تكون نفيسة الغمروي سيدة الاهل العظيمة وسيدة الرياضة المصرية دي المؤسسة للحركة الرياضية في مصر يعني اي بنت ما كانتش هتلعب رياضة في مصر لولا نفيسة الغمروي ودورها اولا تنشئ رياضة في النادي الاهلي تنشئ معهد التربية الرياضية اللي هي بقت كلية التربية الرياضية للبنات وأن هي ترعى الحركة الرياضية النسائية في مصر عشان كده كل بنات الأهل اللي بيتفوقنا دلوقتي في كل الألعاب دي مش جاية منفراغ شوفوا أمينة محمود دي أم كل سن في الحافلة باش مهندس اللي انت أشرت إليها والأصاب جاء هو أعتقد فانت يعني بصوا يا جماعة على قمم المجتمع المصري في تاريخه في كل المجالات كانت إزاي بتزهب النادي الأهلي وإزاي الرياضات دي تحققت على فكرة أشرت لكم من شوية على مسألة المهندس عدلي أشار على فكرة إنكار الزيت هو كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي لما يذكر دور المجالس السابقة هو تقريبا قاعد في المكان اللي كان عبدالخالق باشا سروت في أول جمعية عمومية للنادي الأهلي بيذكر الفضل لعمر بك لطفي فقيمة إنكار الزيت قيمة موروثة وقيمة إن أنت تحفظ جهود سابقيك دي قيمة موروثة ده أصل من الأصول الحضرية الأخلاقية للنادي ده جزء من التكوين المؤسسي للنادي الأهلي إنك أنت مش أنت اللي هتبدأ العمل في النادي الأهلي أنت وراك سابقين كتار بتكمل بانه وأنت بتكمل بس دورك الأخلاقي قدام النادي الأهلي وتاريخه إنك ما تنسبش حاجة لنفسك لوحدك تحترم وتقدر جهود سابقيك اللي عمله عبدالخالق باشا سروت مع أمر بك لطفي قاله كابتل محمود الخطيب مبارح عن دور سابقية ثم الجزئية بتاعت اللي ختم بيها كابتل الخطيب كلمته عن دور الأهلي مع مصر إنه يختم ويقول كل سنة ومصر بلدنا في خير وأمن وسلام دي مسألة جملة ترجم هذه العلاقة المتسقة دايما للأهلي مع مبادئ وطنه مؤكد ما في عصر من العصور ما في عصر دي الكلمة ما في عصر من العصور يا جماعة إلا كان النادي الأهلي علاقته وثيقة مع بلده على فكرة النادي الأهلي الملك فؤاد حطه تحت الرعاية الملكية قبل أي نادي آخر بعشر سنين بس فضل النادي الأهلي محتفظ بقيمته ومكانته ودوره للنادي الأهلي